الالبان اخذنا الحلقة اللي فاتت انشاء معامل الالبان اتكلمنا عنها قبل ما ارجع تاني لانشاء معامل الالبان حصة النهاردة او جلسة بتاعت النهاردة ان شاء الله هي عبارة عن الوحدة الثانية وتتحدث عن تكنولوجيا الجبن قبل ما ابدأ في العناصر الاساسية لحلقة بتاعت النهاردة عايز سريعا كده اجيب لك العناصر الاساسية بتاعت او الخاصة بالوحدة الأولى وهي عبارة عن إنشاء معامل الألبان خدنا في إنشاء معامل الألبان الشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء معامل الألبان أو مصانع الألبان لأن الكلام اللي ينطبق على المصنع ينطبق على المعمل سواء كان معمل صغير أو معمل كبير خدنا بعدها خطوات ترخيص معامل الألبان خدنا الجزئية اللي بعدها متى تلغى رخصة معامل الألبان خدنا تاني المعادن المستخدمة في معامل الألبان او المفروض دي والشروط بتاعتها شروط المعادن المستخدمة في معامل الالبان وانواع المعادن وكانوا سبعة خدنا بعد كده المنظفات وقسمنا المنظفات الى منظفات قلوية ومنظفات حمضية خدنا بعد كده الامن الصناعي الامن الصناعي النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الوحدة التانية اللي هي عبارة عن الجبن الوحدة دي هتمتد معانا شوية لانها طويلة نبدأ فيها ان شاء الله النهاردة وهي عبارة عن تكنولوجيا الجبن ايه اللي هنتكلم عنه النهاردة بداية الحديث عنه هو عبارة عن تعريف الجبن او الجزئية نتكلم عنها الجبن وتقسيماته المختلفة وقيمته الغذائية ونظريات تصنيعه يبني عنديك اكتر من جزئية هتكلم عنها طب الجبن ده احنا دريين واخدين من سنة تانية ان الجبن يصنع من ايه من لبن سواء كان لبن بقري او جاموسي او خليط او فرز لان عندنا انواع القلب المختلفة اما مصادر انتاج اللبن هي عبارة عن الابقار والجاموس والمعز والاغنام طب انا عايز اعرف الجبن الجبن عبارة عن ايه الجبن هي عبارة عن ما ينتج بعد التخلص من جزء من شرش خسرة لبن متخسر بفعل بخلي بالك تاني جو مرة الجبن هو عبارة عن ما ينتج بعد التخلص من جزء من شرش خسرة لبن متخسر كلمة لبن متخسر اي لبن متجبن يعني تحول من الصورة السائلة الى الصورة المتماسكة او الهلامية طب نسأل نفسنا ايه هي عوامل التجبن عوامل التجبن مذكورة عندي داخل التعريف عوامل التجبن اما تجبن حمضي طبيعي بالفلورة الطبيعية يعني اللبن هيروب او يتخسر او يتجبن طبيعيا نتيجة الفلورة الطبيعية التي تتلوس اللبن او اللي هي بتوجد مع اللبن خلي بالك نتيجة عملية النقل وخلافه طب يبقى اول طريقة من طرق التجبن هي عبارة عن الفلورة الطبيعية او بواسطة حمض اللكتيك والستريك يبقى تاني عامل من عوامل التجبن حمض اللكتيك او الستريك طب مصدر حمض اللكتيك عبارة عن ايه البادئ البادئ اللي احنا في القلبة خناخده في القلبان المتخمرة وانتو اخدته في سنة تانية طب نرجع تاني او باول عامل او اول نظري او اول طريقة من طرق التجبن هي عبارة عن التخمر الحمض الطبيعي اللي هو بالفلورة الطبيعية تاني طريقة من طرق التجبن هي عبارة عن بكتيريا او حمض اللكتيك والستريك تالت طريقة بالنسبة لعملية التخصر او التجبن هي عبارة عن مزارع ميكروبية منطقة التي تحول سكر اللبن من سكر الى حمض اللكتيك حمض اللكتيك بيحدث عملية التجبن زي ما هنشوف كمان شوي طب رابع طريقة او رابع عامل من عوامل التجبن باستخدام المنفحة باستخدام الايه المنفحة يبقى نرجع تاني التعريف هو ما ينتج بعد التخلص من جزء من شرش خسرة لبن متخسر بواسطة او عوامل التجبن التخمر الحمض الطبيعي بالفلورال ايه الطبيعية او مزارع ميكروبية منطقة او حمض اللكتيك او الستريك او استخدام المنفحة او استخدام الايه المنفحة ده كان تعريف الجبن لما نبص للتعريف خلي بالك زكر لي فيه كلمة تخثر باعتها مرة تانية كلمة تخثر هي عبارة عن تجبن يعني تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتمسكة او الهلامية احنا كنا تكلمنا عن التعريف طيب نشوف تقسيمات الجبن اسس تقسيم الجبن اسس تقسيم الجبن على اي اساس بيتم تقسيم الجبن يقسم على حسب نسبة الدهنة يبقى اول تقسيم عندي على حسب نسبة الدهن تاني تقسيم على حسب نسبة الرطوبة تالت تقسيم على حسب عامل التسوية طب ركز معي فيه كويس لان ده محتاج تركيز لانه عندي نسب نسبة ضهر عندي جوامد كلية طب قبل ما اتكلم واسكر التقسيم خليك فاكر ان تعريف الجوامد الكلية هو عبارة عن جميع مكونات اللبن ما عدا الماء كلمة الجوامد الكلية جميع مكونات اللبن ما عدا ايه الماء طب اول تقسيم عندي هو التقسيم على حسب نسبة الضهر بيتكلم عن ايه بقولك اولا او رقم واحد الجبن الطري الجبن الطري مقسم لاكتر من نوع عندي هنا الف جبن دبل كريم مصنع من لبن جاموسي او خليط نسبة الدهن به اربعة وعشرين في المية اما الجوامد الكلية خلي بالك عبارة عن ستين في المية بما فيها ملح الطعام لان انت بتضيف ملح على اللبن اثناء صناعة الجبن الطري يبا رقم الف عندي في التقسيم على حسب نسبة الضهر اللي هو رقم واحد الجبن الطري عندي جبن دبل كريم مصنع من لبن جاموسي او خليط نسبة دهنه كام اربعة وعشرين في المية والجوامد الكلية كام ستين في المية نمر به جبن كامل الدسم مصنع من لبن جاموسي يبا انا كان عندي دبل كريم قبل ما عاد دي دبل كريم يعني ايه؟ يعني مضاعف في نسبة الضهر يعني لبن كامل الدسم ونضيف عليه كمان قشطة لذلك سمناها دبل كريم دبل كريم يبا نمر به جبن كامل الدسم مصنع من لبن جاموسي نسبة الدهن فيه بتصل لكام؟ تمنتاشر في المية وهو ما يمثل خمسة واربعين في المية من مادة جافة كلية اذا المادة جافة كلية تمثل كام؟ خمسة واربعين والدهن كام؟ تمنتاشر في المية ده كانت نمر به طيب نرجيه جبن كامل الدسم مصنع من لبن خليط كلمة لبن خليط يعني لبن باري على جاموسي نسبة الدهن بتصل الى ستاشر في المية طيب قبل ما نقع علي بعديها اذا نسبة الدهن في الدوب الكريم كانت كام؟ اربعة وعشرية الدهن اللي بعدها كانت كام؟ تمنتاشر الدهن اللي بعدها كانت كام؟ ستاشر في المية طيب المادة الجافة الكلية التي توجد داخل الجبن كاملة الدسم المصنعة من لبن خليط تصل الى أربعين في المية اللي هي المادة الجافة الكلية المادة الجافة الكلية طيب نكمل خلي بالك عند جبن نصف دسم مصنع من لبن جاموسي نسبة الضهر تصل الى 8.75 من 100% انتم ملاحظين حاجة ان كل ما ده بتنزل معايا نسبة الضهر او بتقل نسبة الضهر ده دليل اثبات لان الدبل كريم احنا اتفقنا من شوية ان دهنها بيصل الى 24% يبقى انا مضاعف نسبة الضهر يبقى بتقل بعد كده نسبة الضهر يبقى تصل الى 8.75 من 100% في حالة الجبن النصف دسم طب الجوامد الكلية كام؟ 25% اذا الجوامد الكلية 25% بما فيها ايه؟ الملح الجوامد الكلية او المادة الجفة الكلية اللي تتوجد داخل اللبن عند جبن نصف دسم مصنع من لبن خليط نسبة الضهن به 7% وهو ما يعادل 20% في المادة الجفة الكلية اخر حالة خالص فيها هو عبارة عن جبن منخفض الدسم او الضهن خلي بالك من لبن جاموسي او خليط نسبة الضهن فيه 7% وهو ما يمثل مادة جفة كلية كام؟ 20% طب رقم اتنين عندي اعنا لسه بتكلم عن التقسيم على حسب نسبة الضهن لان جبن الطري رقم واحد رقم اتنين الجبن الجاف الجبن الجاف الجبن الجاف يقسم الى ثلاثة انواع عندي جبن كامل الدسم مصنع من لبن بقري او خليط واركز كويس على كبنة بقري عشان هيمر علينا بعد شوية ليه انا بقى افضل اللبن الباري في صناعة الجبن الجاف اذا عندي رقم الف جبن كامل الدسم مصنع من لبن بقري او خليط ضهنه 27% طب المادة الجفة كلية كام؟ 45% اذا عندي في التقسيم على حسب نسبة الضهن في الجبن الجاف نقى رقم الف جبن جاف كامل الدسم يصنع من لبن بقري او خليط لبن بقري او ايه او خليط ضهنة كام 27% المادة الجفة الكلية تمثل كام 45% طب رقم نمر به يقول لك عندك جبن جاف 3 اربع دسم ضهنها بيصل الى كام؟ بيصل الى 22 75% اما المادة الجفة الكلية تمثل 35% طب الاخيرة بقى في التقسيم التالت او في التقسيم الاول رقم 3 في التقسيم الاول جبن خلي بقى لك جاف مصنع من لبن بقري نصف دسم يبن عندي كامل الدسم عندي تلات تربع دسم عندي نصف دسم نصف الدسم الدهن بتاعه بيصل لكام 15% وهو ما يمثل 25% من المادة الجفة الكلية خلي بقى لك يبن اخذت كام تقسيم لحد دلوقتي هو تقسيم واحد التقسيم على حسب نسبة الدهن ويقسم الى جبن طري وجبن جاف الطري بيصل عدده الى خمسة اما الجاف تلاتة يبن اللي انا متفق فيه واللي انا عايزه والمطلوب من حضراتكم انك تعرف لنسبة الدهن كام والجوامد الجافة او المادة الجافة الكلية الموجودة داخل الجبن كام في المية او تمثل كام في المية طب نكمل باقي التقسيمات ثانيا التقسيم على حسب نسبة الرطوبة ولما نيجي عندي نسبة الرطوبة تأكد ان نسبة الرطوبة عامل اساسي في احداث عملية التسوية وهنشوفها دلوقتي عندنا رقم واحد جبن طري وبعد نصف طري ثم نصف جاف ثم جاف ثم جاف جدا اذا التقسيم على حسب نسبة الرطوبة يشمل خمس انواع جبن طري نصف طري نصف جاف جاف جدا طب ايه المطلوب مني اللي انا اعرفه في التقسيم على حسب نسبة الرطوبة تكون عارف ومتأكد من نسبة الرطوبة تتراوح من كام لكام في الجبن الطري والديني كمان مثال الديني ايضا مثال مثال لعملية التصنيع طب عندنا رقم واحد جبن طري نسبة الرطوبة تتراوح من خمسة وخمسين الى تمانين في المية اذا نسبة الرطوبة تتراوح في الجبن الطري من خمسة وخمسين لكام تمانين في المية خلي بالك في اللي جاي طب اديني مثال مثل الدمياطي او القريش او الدبل كريم ده كلها جبن ايه طري عندي رقم اتنين جبن نصف طريق نصف طريق هلال الرطوبة ولا هزوتها هتقل الرطوبة وتتراوح نسبة الرطوبة من اربعين لأقل من خمسة وخمسين في المائة ما تقدرش تقول خمسة اللي خمسة وخمسين لا لازم تكون الاقل من خمسة وايه وخمسين لان عندي الخمسة وخمسين مشتركة في الجبن الطري طب نعيدها تاني الجبن الطري تتراوح نسبة الرطوبة داخله من خمسة وخمسين لتمانين في المية زي الدمياطي. اما النصف طري تتراوح نسبة الرطوبة من اربعين لأقل من خمسة وخمسين في المية. اديني مثال خلي بقى لك زي جبن الريكفور. طب رقم تلاتة في التقسيم على حسب نسبة الرطوبة جبن نصف جاف. تتراوح نسبة الرطوبة من خمسة وتلاتين لأقل من اربعين في المية. اذا نسبة الرطوبة في الجبن النصف جافة تتراوح من خمسة وتلاتين لأقل من اربعين في المية. اديني مثال زي ايدام او جودة. نوع من انواع الجبن يسمى الجبن الايه? الجودة. رقم اربعة جبن جاف. تتراوح نسبة الرطوبة من خمسة وعشرين لأقل من خمسة وتلاتين. دايما تكون سبتة معايا لأقل من ما يقدرش اقول من من خمسة وعشرين لخمسة وتلاتين. لان الخمسة وتلاتين مشتركة في الجبن النصف ايه? النصف جافة. اذا الجبن الجافة تتراوح نسبة الرطوبة من خمسة وعشرين لأقل من خمسة وتلاتين. اديني مثال زي الجبن التشدر. زي الجبن الراس. دول النوعين من انواع الجبن اللي هندرسهم برضو السنة دي ان شاء الله في الخطوات العامة لصناعة الجبن الجافة ليبتشمل اتناشر خطوة. طيب اخر نوع عندي جبن جاف جدا تتراوح نسبة الرطوبة فيه لأقل من خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في المية دي هي اقل نسبة الرطوبة في الجبن الجاف جدا. اديني مثال مستل جبن اسمه رومانو. نوع الجبن اسمه رومانو اللي يتتراوح فيها نسبة الرطوبة من او لأقل من خمسة وعشرين في المية. ازا انا خدت كم تقسيم لحاليا دلوقتي في تقسيمات الجبن? اتنين. التقسيم على حسب نسبة الضه والتقسيم على حسب نسبة الرطوبة. التقسيم على حسب نسبة الضه. كان بيشمل الجبن الطري والجبن الجاف. التقسيم على حسب نسبة الرطوبة يشمل جبن طري. هنخلي بالك مركز معايا. نصف طري نصف جاف جاف جدا. قلت لحضراتكم ان المطلوب منك تعرف النسب دي كويس. لانها مهمة جدا. طب نكمل. بعد كده في عندي التقسيم على حسب عامل التسوية. يبقى نخطي اتنين من التقسيمات. التقسيم الثالث على حسب عامل التسوية. اولا قبل ما اخش فيه هي التسوية عبارة عن ايه? التسوية عبارة عن تحويل او تحول الجبن من صورة غير صالحة للاستهلاك الى صورة صالحة للاستهلاك. طب كمان مرة تعريف التسوية عبارة عن ايه? التسوية. هي عبارة عن تحويل الجبن من صورة غير صالحة للاستهلاك الى صورة صالحة للاستهلاك. يبقى هي كلمة غير صالحة للاستهلاك. دي فاسدة ولا ايه? لا مش فاسدة. ده الجبن في اللي هذه الحالة يسمى بالجبن الاخضر. نتكمل تاني. خلي بالك. بمجرد ما بتعمل عملية التصنيع للجبن. خلي بالك. وبيطلع عندك الجبنة وهي محتاجة نسبة رطوبة عالية? اه طب مين اللي بيسويها? بكتريا او فترة. بكتريا او فترة. ازا التقسيم على حسب عمل التسوية هيشمل كام نوع. يشمل الجبن الطري والنصف طري والنصف جاف والجاف. اما الجاف جدا راح فين? لها ما ينفعش هدخله على حسب التقسيم على حسب عمل التسوية. لان نسبة الرطوبة اقل من خمسة وعشرين في المية. وزي ما قد ذكرت لك من شوية ان نسبة الرطوبة عامل اساسي في احداث عملية التسوية. هي اساس عملية التسوية. بتسرع او بتبطأ من عملية الايه? التسوية. او تخلي الجبنة تتاكل على طول تاني يوم التصنيع زي الجبن الطرية زي الدمياطي. او تجد حوالي من ثلاث شهور اللي تمنتاشر شهر. عشان خاطر تعمل عليها عملية التخزية او انها تستهلك. يعني. طيب يبقى نكمل تاني. التقسيم على حسب عامل التسوية يقسم الى جبن طري مسوى بالبكتيريا مثل الدمياطي. يبقى البكتيريا هي اللي بتنشط في وجود الرطوبة وتعمل عملية التسوية زي مين المثال? جبن دمياطي. عندي تاني مسوى بالفطرة في جبنة بتستوي بالفطرة مثل الكمامبر. نوع من انواع الجبن يسمى الكمامبر. عندي تاني رقم تلاتة طازج جبنة طازجة غير مسوى مثل القريش والدبل كريم. يعني انت بتصنع النهاردة تاني يوم تاكل الجبنة او تتغزي عليه. ليه? لان رطوبتها عالية. واحنا متفقين ان التقسيم على حسب نسبة الرطوبة كانت تتروح نسبة الرطوبة من خمسة وخمسين الى تمانين في المية. اذا الرطوبة عالية جدا. اذا هي عامل مساعد في احداث عملية التسوية. اخذنا الجبن الطري في التقسيم على حسب عمل التسوية. عندي جبن نصف طري. نصف طري. مسوى بالبكتيريا او جبن مسوى بالبكتيريا مثل البريك. نوع من انواع الجبن يسمى البريك. مسوى سطحيا بالبكتيريا مثل الليمبورجر. نوع من انواع الجبن يسمى الليمبورجر. بيستوي بالبكتيريا. عندي مسوى بالفطر مثل الريكفور. نوع من انواع الجبن ايضا يسمى الريكفور. طب نكمل تاني. تابع التقسيم على حسب عامل التسوية. عندي جبن نصف جاف. مسوى بالبكتيريا مثل الجودة. الجبن الجودة. طب جبنة جافة. خلي بالك. مسوى بالبكتيريا مثل التشدر والرأس. نوع من انواع الجبن يسمى التشدر والرأس. مسوى بالبكتيريا وتحتوي على عيون او ثقوب مثل نوعين من انواع الجبن الجوروبير والامينيتيل. طب نلتسخلص من كده ايه. انا خدت كم تقسيم في الجبن. اصف تقسيم الجبن. خدنا تلاتة. التقسيم على حسب نسبة الدهر. على حسب نسبة الرطوبة. على حسب عامل التسوية. التقسيم على حسب عامل التسوية عرفنا التسوية. قلنا هي عبارة عن ايه تاني كمان مرة? هي تحويل الجبن من صورة غير صالحة للاستهلاك. يعني جبن اخضر. الى صورة صالحة للاستهلاك. فمجرد ما يقول لي يعني انت لو كانت الجبن الخضرة لابت زيت على سنانك. لسه ما استواتش. ما حدث لهاش عملية التسوية. التقسيم اه التاني اللي احنا قلنا عليه او اللي يسبق التقسيم على حسب عامل التسوية. التقسيم على حسب نسبة الايه? الرطوبة. والتقسيم على حسب نسبة الدهر. اذا اخر مرة اصص تقسيم الجبن كم اساس? تلاتة. التقسيم على حسب نسبة الدهر. على حسب نسبة الرطوبة. على حسب عامل التسوية. طب نشوف الجزية اللي بعدها وهي عبارة عن القيمة الغزائية. احنا متفقين مع بعض ان انا بصنع اصلا الجبن بصنعها من ايه? بصنعها من اللبن. طب اللبن بيحتوي على ايه? مجموعة عناصر غزائية. ويحتوي على ايه ايضا تاني? مجموعة من المكونات. مثل الدهن. ابدأ اذكر لك ان الدهن الذي يوجد داخل اللبن يسهل هضمه. الدهن الموجود داخل الجبن. خلي بالك هو كان موجود في اللبن. وانا حولت اللبن من صورة سائلة الى صورة متمسكة او هلامية وتثمى الخسرة. ثم تم طرد جميع الرطوبة الموجودة داخل الجبن فتسمى جبن. في النهاية قالت تسمى جبن. بكمل تاني. الدهن الموجود داخل الجبن يسهل هضمه. ده من ضمن المكونات الموجودة داخل اللبن واللي هتتنقل معيا المين? للجبن. عندي تاني مكون البروتين. البروتين اللي موجود عندي داخل الجبن يسهل هضمه. سهل البروتين الموجود داخل الجبن يسهل هضمه. ده بالنسبة للقيمة الغزائية اللي بتكلم عنها بدكتلك عن الدهن والتلك يسهل هضمه ايضا. هل بقى لك? عند اللي ايه البروتين هو ايضا يسهل هضمه. خلي بالك ان الجبن بتحتوي على مجموعة عناصر غزائية واملاح معدنية وفسفور البالك كالسيوم ده كل ده مفيد للجسم ولا مش مفيد مفيد ويعتبر الجبن او تعتبر الجبن بديل للحمة لما تحتويه من مجموعة عناصر غزائية مهمة جدا للجسم طب احنا احنا اتكلمنا على كام جزائية خدنا التعريف الخاص بالجبن خدنا قصص تقسيم الجبن ركز معايا خدنا ايه تاني خدنا القيمة الغزائية للجبن طب نشوف الجزائية اللي بعدها كده خلي بالك عندي هي عبارة عن باجيت القيمة الغزائية فيها الفيتامينات وانا اتكلمت عنها نظريات تصنيع الجبن ارجع معايا للتعريف كنا بتكلم في التعريف بنقول ايه بنقول تاني ان هو ما ينتج من اللبن بعد تخسره بفعل كلمة بفعل دي تسمى عوامل التجبن او بصيغة تانية طرق التجبن يعني اللبن بيتجبن ازاي ميكانيكية حدوث عملية التجبن عندي نظريتين للتصنيع اما تجبن انزيمي او تجبن حمضي من اسمه تجبن انزيمي هستخدم انزيمات المنفحة تجبن حمضي اذا هستخدم البادئ طب تعالوا كده نشوفوا عندي التجبن الانزيمي هستخدم انزيمات المنفحة ايه هي المنفحة دي مستخلص انزيمي للمعدة الرابعة للعجول الرضيعة التي لا يتجاوز عمرها اربعين يوم وتحتوي على انزيم الرنين اول تاني خلي بالك خلاصة الموضوع ان الذي يحدث عملية التجبن او التخسر هو عبارة عن انزيم يسمى انزيم الرنين الموجود داخل المنفحة اذا التجبن الانزيمي بيعتمد على مين على انزيم الرنين بيعمل ايه انزيم الرنين بيتفاعل مع البروتين ويحدث ما يسمى بالتجلط كلمة التجلط يعني بداية التجمع طب من اللي بيكمل عملية التجبن خلي بالك عبارة عن ايونات الكالسيوم نستخلص من هذا الموضوع ان انا عايز اطلع لك معادلة لحدوث عملية التجبن او ميكانيكية حدوث عملية التجبن بتتم ازاي نشوفها كده خلي بالك اه التجبن الانزيمي البروتين اللي موجود داخل اللبن البروتين الموجود داخل اللبن يقسم الى كازين وبروتينات شرش كمان مرة البروتين اللي موجود داخل اللبن يقسم الى كازين وبروتينات شرش الكازين لما نتكلم عنه هو المسؤول عن عملية التجبر الكازين هو المسؤول عن التفاعل مع نزيم المنفحة الكازين هو اللي بيديني الخطرة الكازين هو اللي بيديني الجبنة طب يا طرى الكازين اسمه كازين مباشر ولا ليه اسم تاني اه له اسم تاني اسمه كازينات فسفات الكالسيوم الغروية كمان مرة تانية البروتين مقسم لجزئين مقسم الى كازين وبروتينات شرش كلندن تخذته في سنة تانية الكازين له اسم تاني اسمه كازينات فسفات الكالسيوم الغروية ما البروتونات الشرشي بتروح فين؟ بروتونات الشرش بتفقد مع الشرش أثناء عملية التصنيع طي نفترض أن أمامك عينة من اللبن وإنت هتعمل لها عملية تصنيع باستخدام التجبن الإنزيمي هبدأ أرفع درية الحرارة وأضيف الملح على حسب الخطوات المتبعة وأبدأ أضيف المنفحة لأنا عايز أوصله لك أول ما بتضيف المنفحة وهناخد كيفية إضافة المنفحة والكمية كام وضلك الحرارة المناسبة بقول الحاجات ده أنا أخدها بس يبدأ إنزيم الرنين يتفاعل مع أي المكونات مع ابن البروتين من ابن البروتين كازينات فوسفات الكالسيوم الغروي يبقى كازينات فوسفات الكالسيوم الغروي زائد إنزيم الرنين اللي هو موجود داخل مين اتفاقنا؟ داخل المنفحة هيعمل إيه؟ هيحول الكازينات إلى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم ما زالت غروية يعني معلقة لسه ما حدث لهاش عملية ترسيب إيه الفرق ما بين كازينات وبارا كازينات الكازينات البارا كازينات أحادي إذن الكازينات إيه؟ سنائي يعني بدأت تحدث عملية تجمع أو بداية تجلط لمكونات اللبن هتتجمع مع بعضها عشان تديني ليه؟ الخسرة إذن أول مرحلة من مراحل التجبن الإنزيمي عندي كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية زائد إنزيم الرنين أو اللي هي بسمى بالمنفحة أو الموجود داخل المنفحة بيتحول إلى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية المرحلة التانية بارا كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية في وجود أيونات الكالسيوم اللي الأملاع بتتحول إلى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم المترسبة اللي هي عبارة عن مين؟ الخسرة اللي لما بعد أطرد منها بعد ما أطرد منها الشرش او المية الموجودة في اللبن حيسمى بالجبن كمان مرة معادلات او ميكانيكية او كيفية حدوث التجبن الانزيمي يحدث في مرحلتين المرحلة الاولى عندي كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية زائد يعني لما تضيف منفحة على اللبن يبدأ انزيم الرنين يتفاعل مع الكازينات ويحولها الى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية دي اول مرحلة المرحلة التانية بارا كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية مالها في وجود او بمساعدة ايونات او املاح الكالسيوم بتتحول الى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم المترسبة اللي يعبر عن مين الخطرة اللي يعبر عن اللي ايه الخطرة بعد جه حتة بسيطة خالص احنا متفقين ان البروتين يقسم الى كازين وبروتينات شرش كازين وبروتينات شرش اذا التجبن الانزيمي يحدث في مرحلتين كم مرحلة بالزبط كده مرحلتين النوع التاني او النظرية التانية من نظريات التجبن هي عبارة عن ايه التجبن الحمضي التجبن الحمضي عبارة عن ايه عبارة عن ان انا بستخدم الايه البادئ البادئ بيحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك وبكتيريا الطعم والايه والرائحة بكتيريا حمض اللاكتيك بالتفسير او بالشرح تبدأ تنشط على السكر وتحوله لحمض لاكتيك تحوله لحمض ايه لاكتيك اذا السكر بتاع اللبن اللي هو سكر اللاكتوس سكر سنائي حيتحول الى سكر احادي بفعل انزيم يسمى انزيم اللاكتيز بيحول السكر اللبن الى سكر ايه احادي يبدأ او تبدأ بكتيريا البادئ تنشط على السكريات الوحادية وتحولها الى حمض لاكتيك كل الكلام ده بيحصل داخل مين داخل اللبن اصبح حمض اللاكتيك موجود مع المكون الاساسي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية وقررته اكتر من مرة هو عبارة عن البروتين اللي احد ابنائه كازينات فوسفات الكالسيوم الغروية موجود مع مين مع الحمض في مكان واحد انا ما ضيفتاش حاجة اكتر من البادئ لكن العمليات اللي بتحدث داخل اللبن ده ايه عمليات تصناعية ديناميكية بتحدث لوحدها ضيفت البادئ بكتيريا البادئ بدأت تحول سكر اللبن الى حمض ايه لاكتيك اصبح الحامض موجود مع الكازين او مع البروتين في مكان واحد طب هيتفاعل هيديني ايه هيديني خفرة حمضية زائد لاكتات كالسيوم تفقد مع الشرش خفرة حمضية زائد لاكتات كالسيوم تفقد مع مين مع الشرش وعلى فكرة التجبن الحمضي يمكن ان يستخدم مع الجبن الضمياطي لكن هو اصلا في استخدامه يستخدم عند صناعة الجبن القريش بالطريقة المحسنة اذا نظريات تصنيع الجبن كام نظرية اتنين لو انت افتكرت في التعريف كانوا كام اربعة كانوا اربعة اللي هو التخمر الحمضي الطبيعي باستخدام حمض اللاكتيك او الستريك مزارع ميكروبية منطقة يعني محادثة السنف او المنفحة احنا بندي لك اتنين فقط لغير لهم اشهر اتنين او اشهر عوامل في عوامل التجبن او طرق التجبن او نظريات التجبن اللي احنا بنكرها تاني نظريات التجبن منها التجبن الانزيمي والتجبن الحمضي تجبن انزيمي هستخدم منفحها والمنفحة وجدت بداخلها انزيمي وسمى انزيم الرنين المسؤول عن التجبن خلي بالك اما التجبن الحمضي يتم باستخدام اضافة البادئ نرجع تاني البادئ يحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تحول سكر لبن الى حمضة لكتيك طب نشوفه في المعادلة كده عندي كازينات الكالسم الغروي خلي بالك المعلقة يعني لسه ما ترصبتش زائد انزيم ده كان التجبن ايه زائد انزيم الرنين ده اللي هو التجبن الانزيمي هتتحول الى بارا كازينات كالسم غروية غير زائبة لسه ما ترصبتش المرحلة التانية في التجبن الانزيمي بارا كازينات كالسم غروية غير زائبة خلي بالك زائد ايونات الكالسم دي موجودة داخل اللبن زائبة موجودة داخل اللبن هيتحول الى بارا كازينات فوسفات الكالسيوم المترسبة تشوف التجبن الحمضي انا كل ما في الموضوع شرحت لك الاول بعد كده بقى وريك ايه بقى وريلك او بعرفك اه نظرية التجبن في صورة معادلات هنا عندما تصل البي اتش الخاصة باللبن الى اربعة وستة من عشرة عندها يحدث تعادل لكل الشحنات السالبة على اسطح الجزيئات اللي هي جزيئات الكازين وهي ما تسمى بنقطة التعادل طب بعد كده اللي هي التعادل الكهربي طب نشوف المعادلة كده كازينات كالسم غروية ما احنا متفقين ان الكازين ابني من ابناء مين البروتين ده اللي بيتفاعل سواء مع بكتيريا البادئ او مع انزيمات المنفحة كازينات كالسم غروية زائد حمض لاكتيك طب انت لسه ياه دلوقتي ان انت بتضيب بادئ اه انا بتضيب بادئ ما هو البادئ بيحول السكر لحمض ايه لاكتيك يبقى المعادلة جاية لك مباشرة كازينات كالسم غروية في وجود او مع وجود حمض لاكتيك يبدأ الحامض يتفاعل مع الكازينات في وجود البي اتش اللي احنا ذكرنا من شوية اللي هي كام اربعة وستة من عشرة في المائة عند درجة اربعة وستة من عشرة تتكون او تترسب جزيئات الكازين وتتحول الى خثرة حمضية او كازين مترسب زائد ملح لكتات الكالسيوم الذي يفقد مع الشرش اذا وصلنا لحد فين لحد نظريات التجبن ده كان العنصر الاول في وحدة الاولى في الوحدة التانية اللي هي عبارة عن صناعة الجبن ارجع اقرار لك تاني اللي انت اخذته لحد دلوقت تعريف الجبن اصص تقسيم الجبن القيمة الغذائية نظريات التصنيع او طرق التجبن اتكلمنا عن كم جزئية لحد دلوقتي اربعة طب نشوف اللي بعدين عندي تاني الخامات الداخلة في صناعة الجبن الخامات الداخلة في صناعة الجبن عبارة عن كم خامة عشرة طب اهم خامة فيهم هي عبارة عن ايه اللبن ده حنا كنا حطين اول شرط في الشروط الوجي مراعطة عند انشاء معامل الالبان كنا متفقين توفير المواد الخام المادة الخام زي مين زي اللبن لان ده ايه عبارة عن ايه ده ما اعمل الالبان انت هتصنع ايه هتصنع جبن اللبن ليه شروط الاول انواع اللبن يا ما استخدم لبن بقري او جموسي او خليط او فرزة في عملية التصنيع في عملية التصنيع طب شروط اللبن الداخل في صناعة الجبن ايه شروطه المفروض يتمتع باية رقم واحد في شروط اللبن الداخل في صناعة الجبن ان يكون ناتج من ماشية سليمة صحيا وركز فيدي كويس وخالية من جميع الامراض اللبن اللي انت هتعمله في معملة عملية التصنيع وتحوله الجبن ان يكون ناتج من ماشية سليمة يعني مصدره ماشية خالية من جميع الامراض طب حدد لمرض يا مصدر كده اخطر الامراض ايه عليك مصنع جبن مرض يسمى مرض التهاب الضرع ليه؟ لان هذا المرض يحول الوسط الحامضي اللي هو مناسب لعملية التصنيع الى وسط قاعدي او قلوي لا يناسب عملية التصنيع يبقى اول شرط في شروط اللبن الداخل في صناعة الجبن ان يكون ناتج من ماشية سليمة صحيا وخالي من جميع الامراض وخاصة مرض التهاب الضرع علل ليه؟ ايه السبب؟ لان مرض التهاب الضرع يحول الوسط الحامضي الى وسط قاعدي او قلوي غير ملائم لعمل انزيمات منفحة طيب رقم اتنين في شروط اللبن قولنا رقم اتنين ان يكون ناتج من ماشية سليمة دي قلناها رقم واحد ان يكون زوجودة ميكروبيولوجية عالية يعني ما يحتويش على ميكروبات تسبب فساد لفساد اللبن عندي تالت خالي من اي نوع من انواع المثبتات وليست المثبتات في فرق ما بين المثبت والمثبت المثبت ده هناخدوه في الخامات الداخلة في الصناعة اما مثبت يعني بيوقف النشاط يوقف النشاط ان يكون خالي من جميع المثبتات التي توقف نشاط انزيم الرنين او توقف نشاط البكتيريا او الفطريات التي تحدث عملية التسوية احنا متفقين معانا انه عندنا انواع الالبان لبن جاموسي لبن بقري او خليط او فارزة عشان هندخل دلوقتي حاليا وخليك معايا وركز اللبن الجاموسي يفضل في ايه واللبن البقر ايضا يفضل في ايه طب لو انا هصنع جبنة طرية الافضل لبن جاموسي وده لبن بقري وليه لو انا هصنع جبنة جافة الافضل لبن بقري او لبن جاموسي وليه برضو طب لو حبيت أن أصنع جبن جاف من لبن جاموسي أعمل إيه؟ طب نقولها كده خلي بال يستخدم اللبن البقري في صناعة الجبن الجاف أو معظم أصناف الجبن كلها الأول لكن يفضل في صناعة الجبن الجاف يبقى أفضل نوع اللبن هستخدمه في صناعة الجبن الجاف هو اللبن البقري اللبن البقري ليه؟ لأن دهن حبيبات الدهن حجمها إيه؟ صغير أن التسوية فيه بتتم بإيه؟ بسرعة خلي بالك طب نكامل طب اللبن الجاموسي يفضل اللبن الجاموسي في صناعة جميع أنواع الجبن الطرية طب ديني مثال الجبن الطرية وأفكرك به الجبن الدمياطي أو الدبل كريم ما قدرش أقول الجريش ليه؟ لأن القريش تصنع من لبن فرزة واللبن الفرزة وعبار عن إيه؟ لبن منزوع الدسم أو الده طب نكمل كده هنا يستخدم اللبن البقري في إنتاج معظم أصناف الجبن يليه اللبن المعز والأغنام والجموس احنا قلنا بنفضله اللبن البقري في صناعة الجبن الجاف ويفضل اللبن الجاموسي في صناعة الجبن الطرية طب عند استخدام اللبن الجاموسي في صناعة الجبن الجاف تعمل إيه؟ يجب إجراء عملية الخلطة بنسبة واحد لتلاتة بنسبة واحد لكام؟ لتلاتة ما يقدرش أن أنا أصنع الجبن الجافة من اللبن جاموسي فقط ليه؟ إيه السبب؟ هتحدث عندي بطء في عملية التسوية وأعرف لك التسوية مرة تانية رغباً إحنا معرفينها بس نكرر تاني تسوية عبارة عن إيه؟ تحويل الجبن من صورة غير صالحة للاستهلاك إلى صورة صالحة للاستهلاك إذن هيكون في بطء في عملية التسوية بالإضافة إلى زيادة نسبة الفاقد من الدهن بأن بصنع الجبن الجافة في خطوات 12 خطوة بالتالي هيفقد من الدهن خلي بالك أثناء عملية التصنيع بالإضافة إلى تشقق الجبن هيحدث عملية تشقق للجبن يبقى كرر تاني يفضل اللبن الجاموسي في صناعة الجبن الطري أما اللبن البقري يفضل في صناعة الجبن الجاف خلي بالك تاني وعند استخدام اللبن الجاموسي في صناعة الجبن الجاف يجب أن يخلط مع البقري بنسبة واحد لثلاثة علل إيه سبب؟ بسبب عند استخدام اللبن الجاموسي في صناعة الجبن الجاف منفرداً ماذا يحدث؟ يحدث بطء في التسوية وتشقق للجبن وانخفاض التصافي وفقد كمية كبيرة من الضه وده طبيعي لما يحدث عندي فقد للضه إذن التصافي حتنخفض طيب إحنا مش عايزين نقول مصطلح ومنعرفوش التصافي هي عبارة عن إيه؟ لما نقولك عرف تصافي الجبن هي عبارة عن إيه؟ هي كمية الجبن الناتجة من كمية لبن معلومة تلاحظوا حاجة إن إحنا أخذنا أكتر من مصطلح أكتر من مصطلح إحنا إيه؟ أخذناهم يبقى أول خامة من الخامات الداخلة في صناعة الجبن وهي عبارة عن اللبن ذكرنا شروطه، ذكرنا تقسيم للبن كل ما ذكرناه وتحدثنا عنه النهاردة كان عبارة عن تعريف الجبن القيمة الغذائية، أسس تقسيم الجبن، نظريات التصنيع بدأنا شغل في الخامات الداخلة في صناعة الجبن وأول خامة اتكلمنا عنها النهاردة هي عبارة عن اللبن يبقى اللبن أول خامة أو مكون يستخدم في صناعة الجبن من ضمن كم خامة؟ من ضمن عشر خامات تستخدم في صناعة الجبن دايماً عملية التصنيع، خلي بالك منها، أفكرك بثلاث نظريتين في عملية التصنيع اللي هو التصنيع باستخدام نظريات التصنيع، أفكرة بيوم تاني نظري التصنيع الجبن باستخدام التجبن الإنزيمي أو استخدام التجبن الحمضي التجبن الإنزيمي والتجبن الحمضي طب ايه المصطلحات اللي احنا اخدناها؟ خدنا تعريف الجوامد الكلية ذكرناه تعريف الخطرة تعريف التجبن خلي بالك تعريف التسوية مجموعة مصطلحات اخدناها أثناء عملية الشرح ممكن ما يكونش جيه دورها لسه بس لازم يكون عندك بيها خلفية ركز وخلي بالك ان المنفحة بتحتوي على انزيم مهم جداً اسمه انزيم الرنين وهو المسؤول عن التجبن دايماً وقتنا بيخلط مع حضرتكم بسرعة ان شاء الله على وعد بالقاءة الاخر في حلقة قادمة وكان معكم مهندس نشرة الجصاص موجه البان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته